هانز تريستيان أورستد مؤسس علم الكهروميغناطيسية الحلقة الحادية عشر من سلسلة علماء ومسترشفون ومخترعون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو ساتر مصدر ومرجع المعلومات مؤسس علم الكهروميغناطيسية نشأ أورستد في أسرة وثيقة الصلة بالعلم فقط كان أبوه كيميائيا درس في جامعة روبانهارت ولم يرتفي بداية بل سافر تثيرا والتقى بمجموعة من علماء أوروبا المرموطين حتى حصل على قسط واف من العلم التجريبي وفي عام 1806 ميلادي شغل وظيفة محترمة في جامعته القديمة ذاعت شهرة أورستد بعدما خصص جزءا من ورطه لإلقاء محاضرات على عامة الناس وفي إحدى تلك المحاضرات التي ألقاه في أبريل من عام 1820 ميلادي كان يجري تجربة لم يتنرضى أجراها من قبل حيث وضع بوصلة ميغناطيسية أسفل سيلفيا مروا به تيار تهربائي لاحظا انحراف إبرة البوصلة أدرت أورستد أهمية ما شاهده لأنه حتى ذات الحين كان العلماء يفرقون تماما بين القوى التهربائية والقوى الميغناطيسية إلى أن أورستد أثبت أن بينهما صيلة وثيقة أدت دراسة أورستد والتي طورها من جاء بعده من العلماء إلى استنباط نظريات علمية أهم ما استخدمت في تصميم العديد من الأجهزة كالمحركات والمولدات التهربائية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد